طيب هنا أستاذ طاهر إلى أي مدى يبدو المشهد متداخلا هنا أن كان داخل السودان ومع امتداداته الخارجية يعني قبل قليل عقيد عبدالكافي اتهم الإمارات بدعم احمدتي واتهم أيضا الأمريكيين بدعم ربما حفتر وحمدتي مع أنه هناك اتهمات من احمدتي لمصر بضرب قواته جويا ومعروفة العلاقة بين القاهرة وأبو ظبي وأيضا تغريدة السفار الأمريكية واضحة لجهة منع حفتر من التدخل عبر الفاغنر لمصلحة احمدتي يعني ليس سرا أن الخرطوم الآن يعني يسيطر عليها مجموعة المجموعة الرباعي والتي هي السفيرة السعودي والإماراتي والأمريكي والبريطاني هذه تسمى مجموعة الرباعي التي تهندس بجانب البعثة الأممية بجانب فولكر مبعوثة الأمينة العام تهندس المشهد السياسي في السودان هذه الحرب هي نتاج لهذا العبث المشترك الإقليمي والدولي بجانب الطموحات الأخرى العابرة أيضا الموجودة يعني هناك صراع على المواني هناك صراع على مقدرات السودان لكن المشهد الأبرز منذ العام 2019 منذ سقوط الرئيس عمر البشير المشهد الأبرز هو أن الخرطوم باتت تحت رحمة مجموعة الرباعي سفراء الرباعي أربع دول هي التي تقرر الاتفاق السياسي هي التي تعزل وتقدم هي التي تمنح وتكف يدها عن الآخرين في المشهد السياسي وبات هذا مشهد معلوما بالنسبة للسودانين وواضح يعني مفردات واضحة وحتى قيادة لكن إذا خذنا الظاهر المبادرة السعودية الأمريكية تسعى لوقف إطلاق النار وتثبيت الهدنة وصولا إلى عملية تفاوض مع فتح ممرات آمنة لإجلاء المدنيين نعم لكن أنا أقول أنه إذا كان الموضوع عن السيطرة وعن صناعة المشهد الموضوع عنده خلفيات هذا الخلافة الذي نرىه الآن عنده خلفيات لكن إذا كانت الرباعية تتحكم بالمشهد كما تتفضل لكانت أنهت الصراع وأثبتت الهدنة هي التي أوجدت الحرب هي الآن الرجل يقول بعضها يقول أنا أريد أن أنفذ الاتفاق الإطاري هذا الاتفاق الإطاري من صنعه في المشهد صنعته مجموعة الرباعي بالإضافة إلى فولكر يعني الذي صنع الحرب وأشعل النار داخل الصندوق داخل الصندوق حتى المجموعة العسكرية هي مجموعة الرباعي بإصرارها على هذا الاتفاق الذي يعطي حميتي يعطي 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 يعني يجعل في السودان جيشين وليس جيشا واحدا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر